بعد عام تاريخي لأونس جابر أونس جابر تستعد لبداية موسم جديد 2023 وبدايته هتكون الجولة الأسترالية هنتكلم في الفيديو ده عن نبزة مختصرة عن إنجازات أونس جابر في عام 2022 ومواعيد وأسماء البطولات اللي هتشارك فيها أونس جابر بداية من عام 2023 بالنسبة لعام 2022 يعتبر هو عام الإنجازات بالنسبة لتونس وأونس جابر والعرب وأفريقيا تخيلوا معي كم الإنجازات اللي حققتها أونس جابر في عام 2022 بسم الله ومشاء الله وصلت إلى نهائي روما أيضا حصلت على لقب دورة مدريد المفتوحة أيضا حصلت على لقب دورة برلين المفتوحة وصلت إلى نهائي وينبلدون جراند اسلام كأول لعبة عربية وأفريقية أيضا وصلت إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة نهائي جراند اسلام أيضا أول لعبة عربية وأفريقية شاركت في نهائيات الجولة الختامية كأول لعبة عربية وأفريقية أيضا تشارك في نهائيات الجولة الختامية الماسترز أيضا وصلت إلى التصنيف رقم اتنين على مستوى العالم في رقم فريد من نوعه وهي حتى الآن رقم اتنين على مستوى العالم أيضا فازت ببطولة مبادلة الاستعراضية بدبي للعام التاني على التوالي أيضا فازت بجائزة بطلة العام من أجل السلام من منظمة السلام والرياضة أيضا فازت بجائزة الروح الرياضية أيضا يعني أونس جابر كل ما شاركت في أي بطولة فيها عام الفين اتنين وعشرين قدرت أونس جابر تكون واضحة وظهرة ومميزة في هذه البطولة إنجازات لا تعد ولا تحصى في عام الفين اتنين وعشرين يعتبر من أهم الأعوام ومن أهم المواسم في تاريخ أونس جابر الرياضي وبالتالي تحقيق الألقاب والإنجازات لتونس بلدها وللعرب والكل يعني لكل أفريقيا والكل اللي بيتابعوا أونس جابر في العالم أما بالنسبة لأونس جابر والموسم الجديد هي بالفعل وصلت إلى أستراليا وهي الآن في استعدادات وتدريبات مكسفة للمشاركة في الموسم الجديد وهتبتدي بجولتها الأسترالية تلت بطولات في شهر يناير الفين تلاتة وعشرين أول بطولة هتكون بطولة أديليد واحد خمسمائة نقطة وهي من واحد واحد الفين تلاتة وعشرين واحد يناير الفين تلاتة وعشرين حتى تمانية يناير الفين تلاتة وعشرين أما البطولة التانية هي بطولة أديليد اتنين وأيضا قيمتها خمسمائة نقطة وهتكون في الفترة من تسعة واحد الفين تلاتة وعشرين تسعة يناير الفين تلاتة وعشرين حتى أربعتاشر واحد الفين تلاتة وعشرين والبطولة المهمة جدا جدا في شهر يناير الفين تلاتة وعشرين وأهم بطولة في جولتها الأسترالية هي بطولة أستراليا المفتوحة اللي بتعتبر من أهم بطولات الجراند اسلام على مستوى التنس العالمي أونس جابر ستشارك في بطولة أستراليا المفتوحة بداية من 16.01.2023 16 يناير 2023 وحتى 29.01.2023 طبعا بطولة أستراليا المفتوحة قيمتها بالنسبة للنقاط 2000 نقطة وأونس جابر صرحت في بداية الموسم أنها بتسعى للتتويج بلقب بطولة جراند اسلام في عام 2023 نتمنى لها التوفيق محلفاش الحظ في الموسم اللي فات وصلت لنهائي وينبلدون وصلت لنهائي أمريكا المفتوحة ولكن خسرت في المباراة النهائية ولكن كان إنجاز كبير إنها تصل إلى نهائي بطولة جراند اسلام في موسم 2023 هيبدأ ساخن جدا 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 مع أونس جابر في أستراليا نتمنى لها إن شاء الله تقدم مستويات رائعة وتقدر تصل إلى نهاية أيضا بطولة أستراليا المفتوحة وتحقق بطولة أستراليا المفتوحة لما لا تكون أول بطولة جراند اسلام في تاريخ أونس جابر وتكون مفاجأة سعيدة بالنسبة لنا كلنا هنتابع مع حضراتكم بداية من الموسم كل تفاصيل وأخبار أونس جابر كل بطولات ومشاركات أونس جابر كل إحصائيات واستعدادات أونس جابر للرياضة بالنسبة للعبة التنس بإذن الله تابعونا بلايك واشتراك عشان تشوفوا كل جديد يخصوا أونس جابر في قناتنا المتوضع لايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته